لم تثنه الحرب وويلاتها أو النزوح ومعاناته عن تحقيق حلمه بتصنيع سيارة في العراق فرح يقضي وقته في مخيم النزوح مقتربا من تحقيقه شيئا فشيئا أبو عمر نازح من الموصل يعمل حدادا ويقطن منذ أربع سنوات في أحد مخيمات النزوح بمدينة أربيل غير أنه قرر أن يسمع العالم الصوت النازحين في المخيمات بصورة مختلفة سيارة كلاسيكية صنعها أبو عمر من مواد بسيطة وأجزاء مستعملة هذه السيارة عبارة عن حديد ومحرك وتايرات يعني اللي استخدمنا به هو كل حديد كل صناعة يدوية يعني ماكو بريس ولا فتشي بوري مربع بوري مدور على بليت عدل على طبقات على بليت مستخدم على محرك مستخدم على تايرات مستخدمة وفي سعيه نحو هدفه اضطر أبو عمر للاستدانة كي ينفق على مشروعه معتمدا على مهنته كحداد لسداد ديونه اشتغلت ورجعتها واشتغلت ورجعتها والحمد لله الساعة عالية ما مديون ما حد يندعيني الحمد لله السيارة صارت ملكي هي السيارة تقريبا راح عليها ستمائة ألف تقريبا يعني مو قليل الفلوسها ويفخر أبو عمر بما أنجز عدا ذلك إثباتا لقدرة النازحين العراقيين على تحدي ظروفهم الصعبة ومطالبا للعراقيين بالتغلب على مصاعب الحياة وإسماع صوتهم للعالم أرجو من كل شاب أو شباب أو شايب عندهم كانية أن يصنع فتشي خلي ظهرها خلي يقول للعالم احنا نفتهم ما نندفن أبدا لا عبادكم احنا نزحنا وندفننا لا احنا موجودين وما زلنا ولا يتوقف طموح الرجل عند إنجازه هذا بل يتخطاه إلى رحاب حلم أكبر متمثلا في صناعة طائرة بأيد عراقية بينما يطالب الحكومة برعاية المواهب والقدرات لدى الشباب العراقي من أجل مستقبل أفضل للبلاد فهل يجد أبو عمر وأمثاله آذانا مصغية بين حكام المنطقة الخضراء ترجمة نانسي قنقر